يلا هو الجميع معاكم جوت يبعلكم يا جماعة كل عام وانتوا بخير رمضان كريم اليوم بزوي لكم مراجعة فيلم فاي فاي أو أوبر في الذمون والفيلم مرة عجبني والألوان حلوة فيه والرسوم مرة جميلة بس مشكلته مليان أغاني كل شوي أغاني كل شوي أغاني طفشوني هذا الفيلم مو سي وتقريمي في الفيلم 6 واحد اثنين من عشرة بس والله أشوفكم على خير باي باي يهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية كل عامكم بخير وشهر مبارك علينا وعليكم بإذن الله في الفيديو الماضي خلصنا مراجعة الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم في حفل الأوسكر 2021 وتوقعنا مين رح يكون الفائز فلو ما شفت الفيديو رح يرجع له واليوم رجعنا لنفس الجائزة ولكن في قسم أفلام الانيميشن أو الرسوم المتحركة ما أود أقول لكم صراحة إنه الأفلام كلها كانت واو ولكن يعني في كده وكده صراحة في شي مرة عظيم ويستاهل تطبيل من هنا إلى نهاية الشهر وفي أفلام كويسة وفي أفلام صراحة مدركة فوصلت للأوسكر ولكن مشي حالك الأفلام اللي ترشحت لجائزة الأوسكر في فئة أفضل فيلم رسوم متحركة هذه السنة هي خمسة أفلام وللأمانة واللي أحسها فعلا تستحق الترشيح هي عملين فقط البقية منه تم ترشيحها كده مجرد تحصيل حاصل شي لودي حوشي مدير ما في خيارات ثانية أو لأن الأكاديمية عندهم وجهة نظر مختلفة على كل حال تعال معي عزيزي الوجيه وخلينا نأخذ مراجعة سريعة لكل فيلم من هذه الخمسة أفلام وفي نهاية الفيديو راح أعطيكم توقعي للفائز واللي أعتقد والله أعلم أنه كثير منكم راح يتوقعوا نفس التوقع لأنه المنافسة للأمانة يعني سوي لايك أوكي وتعال ضيفني في السناب شات نتقطق ونا تبادل أطراف الحديث ونتفلسف ونسوي شيئ ما لها لزمة غير كذا أربط حزامك عزيزي الوجيه ويلا نبدأ الفيلم الأول سول فيلم أوسكاري من زمان عارفين وما يحتاج من يوم نزل عرفنا أنه بيترشح للأوسكار ما فيها كلام وما هو شيء جديد على ديزني صراحة عادتها قدرت أنها تمزج لك الخيال بالواقع بشكل مرة مجنون وبرحلة ما بين العالم المادي والغير مادي تخليك تعيد النظر في كل شيء سويت في حياتك سمنا الفيلم هذا ما بتكلم عن جمال الألوان ولا عن فخامة الرسم والتفاصيل الدقيقة ولا عن الحياة المرحة اللي ابتكرتها ديزني في هذا الفيلم لأنه هذا الشيء مفروغ منه وشهادتنا فيه مجروحة صراحة حاجة مثالية من الآخر ولكن خلونا نتكلم عن القصة المثيرة للاهتمام وعن مزجها بالخيال الأقرب للواقع من ناحية الأثر اللي حصل لبطل القصة بعد الخير الرجل يعشق الموسيقى وبالتحديد موسيقى الجاز ويلقى روحه ما بين لوحة مفاتيح البيانو ولكن للأسف حلمه أنه يعزف أمام جمهور حقيقي وأنه يصير عازف مشهور ما كان سهل المنال الحياة صفعته يمين وشمال وانتهى فيها المطاف يدرس الموسيقى لطلاب في الروضة أو في المرحلة الابتدائية ولا يفقهون في الموسيقى شيء وفي يوم من الأيام تجي لجو فرصة أنه يشارك هوايته وحبه لموسيقى الجاز مع العالم ويا لا سوء حظك يا جو قبل ما يحقق حلمه بخطوة واحدة يصير عليه حادث ويموت على الله يا وجهي حرقت علينا لا أول فيلم يبدأ هنا أصلا الهرجة أنه بعد ما مات ينتقل إلى عالم الأرواح أو عالم ما بعد الموت ومن هناك تبدأ مغامرته يا جماعة الخير أنا كنت على بعد خطوة من أن يحقق حلمي وصير موسيقار عالمي رجعوني للحياة الله يخليكم ويبدأ جوه في رحلة كوميدية ممتعة والأهم من هذا ملهمة جدا وفي محاولة أخيرة منه لعله يلقى طريقة يرجع فيها للحياة ويحقق حلمه الفيلم اللي أمانه صلط الضوء على عدة قضايا يعني منها الثقة في النفس وحب الحياة وغيرها من القضايا والتفاعل مع البشر ولكن أهم قضية ركز عليها الفيلم هي حكاية أنه في ناس تتشبث بأحلامها وتسعى دائما لتحقيقها أوكي هذا الشي حلو بالعكس ويدعو للفخر ولكن في ناس تتشبث بأحلامها أكثر من اللازم لدرجة تنسى الحياة ينسوا كيف يعيشوا لدرجة تنفصل روحهم عن جسدهم ويصير مجازيا طبعا مش حقيقة ويصيرون مجرد بشر بلا روح وبلا هوية وبلا أي معالم تنبض بالحياة ينسون كيف يعيشون كيف يحبون يفقدون جزء كبير من متعة وقيمة الحياة بسبيل تحقيق حلمهم وكيف هذا الشي أثر على بطل الفيلم وكيف كانت ردة فعله تجاه بعض الأمور اللي كان يتوقع إنها بتحصل بشكل مختلف هذه قصة الفيلم ببساطة وللأمان يا جماعة فيلم سول فيلم ثري جدا ويحمل رسالة قد تكون نقطة تحول في حياة أشخاص كثيرين وهذه هي حلاوة الأفلام والسينما وفن السابع بشكل عام طبعا كلكم والتجربة البصرية والموسيقية الأكثر من رائعة كومتاني فضلا عن الكوميديا والشخصيات الضريفة اللي عودتنا عليها ديزني في أفلامها الفيلم حصل على تقييم 8.1 ومدة ساعة وأربعين دقيقة ومثل ما قلت لكم مناسب للمشاهدة العائلية ولمن هم فوق 13 سنة الفيلم الثاني هذا الفيلم كذا وانت تتابعه بتحس كأنه قدامك لوحة كذا كأنه في رسمة في الجدار جالس تتفرج عليها ولكن الفرق بين الرسمة العادية والفيلم هذا إنه هذا الفيلم عبارة عن لوحة متحركة فيها حياة فيها شيء شيء ممعقول في البداية لما تابعت الفيلم لاحظت وجود بعض آثار الرسم أو قلم الرصاص في بعض المشاهد قلت يا ابو يستهبلوا علينا إيش الفيلم هذا المدك دك وحقيقة ما أدري هل هي حركة مقصودة ولا لا ولكن بعدما شفت ضخامة الفيلم وضخامة العمل والشغل المرتب أعتقد والله أعلم أنه صناع الفيلم كانوا بالعنية يعني تركين لك الأثار هذه علشان يخلوك تستكشف قد إيش إنه هذا العمل تم رسمه خطوة خطوة تم رسمه فريم فريم لقطة لقطة وروح تتأكد من هذا الشيء بنفسي لما تابعت الميكينج أوف تبع الفيلم على اليوتيوب عمل متعوب عليه يا ساتر قديش جلسوا يرسموا يزبطوا فيه وهذه هي الميزة الأولى لهذا الفيلم الرهيب واللي استغرق رسمه وتحريكه مجهود مرة كبير الميزة الثانية للفيلم واللي شدتني للنهاية صراحة هي قصته أوكي القصة ما هي مبتكرة مية في المية ما هو شيء جديد مية في المية ولكن خلينا نقول إنها فكرة مطورة لخرافة أو لأسطورة الذئاب البشرية مع شوية كده رشة خيال وأحلام سعيدة ولو في شيء واحد أزعجني في الفيلم أعتقد بيكون إنه بالغوا في تجسيد الشر أكثر من اللازم إذا في شخصية في الفيلم مرة شغيرة بزيادة أوكي يا خي مو كده مرة شغير يكريه ولكن كون أحداث الفيلم تدور في عصور قديمة ومضلي ما خلينا نقول إنه إيش النقطة دي قابلة للتجاوز الموسيقى التصويرية كانت جدا 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 جميلة وخلتني يفتكر أجواء Game of Thrones أو الأعمال اللي تدور أحداثها في العصور القديمة فضلا عن إنه أحد مؤدي صوت الشخصيات هو الممثل شون بن واللي رجعني بصوت الفخم إلى المواسم الأولى من Game of Thrones حتى الأغاني اللي تم استخدامها مرة جميلة ومناسبة لأحداث وأجواء الفيلم وقصة الفيلم بالمختصر الشديد يعني عشان ما أطول عليكم عن روبين الطفلة اللي تعيش مع أبوها بيل في قرية محصنة بأسوار عالية وعن لقاءها بأحد الذئاب البشرية أو الوورف ووركرز أو الذئاب السائرة الذئاب هكي حقيقيين في عيون سكان المدينة أو القرية هذيك ويحاولون يعني كل يوم يتخلصوا من الذئاب هذول في طريقهم قد ما يقدروا ولكن الذئاب السائرة أو الوورف ووركرز أو البشر المستذئبين مجرد خرافة بالنسبة للسكان وبالنسبة للملك المتعجرف ومن لحظة لقاء روبين الصغيرة بالذئاب السائرة تبدأ معهم رحلة جدا ممتعة ومشوقة بالنسبة لك وبالنسبة لي وبالنسبة لها الفيلم حصل على تقييم 8 من 10 على موقع MDP ومدة ساعة و43 دقيقة ويبق مناسب للمشاهدة العائلية ولمن هم فوق 13 سنة الفيلم الثالث Onward برضو فيلم من أفلام ديزني اللي صدرت السنة الماضية وعلشان ما أطول عليكم في مراجعته الفيلم حلو استمتعت فيه شخصيا وأعطاني تجربة جديدة كعادة ديزني ولكنه يعني كده مش واو زي الأفلام اللي تكلمنا عنها أول سول وولف ووركرز حلو الفيلم فاهم علي بس بعد الفيلم بتقول لنفسك يعني يا أخي لو إنهم عدلوا شوية في معالم القصة لو إنهم أضافوا للمغامرة أكثر أو لو إنهم مثلا غيروا النهاية أو سووها بشكل مختلف كان بيصير أفضل أما بالنسبة لقصة الفيلم فتدور أحداث الفيلم في عالم خيالي بحت وخالي من البشر تماما التنانين في هذا العالم مجرد حيوانات أليفة ياب اليوني كورن مجرد كلاب مشردة في الشوارع وسكان العالم عبارة عن سحرة ومشعوذين ووحوش وجن ومخلوقات ثانية ما في بشر كل شي موجود في هذا العالم إلا البشر أي شي في بالك موجود بشر لا لكذا كان العالم مرة حلوة وتبدأ مغامرة اثنين أخوان من الجن في رحلة ممتعة وخيالية لمحاولة استعادة روح أبوهم ولمدة يوم واحد فقط بواسطة عصاء سحرية وما بالفعل قدروا يسترجعون روح أبوهم أو قدروا يسترجعوا أبوهم للحياة من الموت ولكن تحصل مشكلة بسيطة أثناء عملية استرجاعه ويظهر لهم بنصف جسد عن طريق الخطأ ومن هنا برضو تبدأ مغامرة ثانية وطويلة ومعقدة ومضحكة ومليانة تعويذات سحرية الفيلم حاصل على تقييم 7.4 على موقع IMDb ومدة ساعة و42 دقيقة ومناسب لمن هم فوق 13 سنة الفيلم الرابع Over the Moon أو على قولة بنت جود فاي فيي ولا بسكوت الأمر الفيلم من إنتاج نتفليكس واللي حاكوا فيه رسومات وخيال عالم ديزني وبكسار بشكل مباشر وملحوظ عيني عينك والأجمل من هذا كله واللي يحتسب نقطة لصالح نتفليكس إنهم دبلجوا باللهجة المصرية وهذا الشي كانوا ينتظروا الجمهور من زمان بواسطة ديزني ديزني بطلت تدبلج بالمصري ولما دبلجوا مصري سووا كده فوضى مصري على العربي فصيح مدريش اللي صار يخي نحب اللهجة المصرية يا ديزني رجعونا لها الله يرقل عليكم عموما نتفليكس قالت يا عمي أضرب عصفرين بحجر يا مدير نزل فيلم أنيميشن بأسلوب مشابه لأجواء جزني ونزل لهم نسخة مدبلجة باللهجة المصرية الجميلة وبالفعل للأمانة نتفليكس تفوقت في هذا الجانب وقدمت عمل لطيف وممتع إلى حد كبير الفيلم كتابة ما كان مرة واو يعني للأسف فيه شوية فجوات وضعيف يعني من ناحية الكتابة ضعيف زبن غير ضعف الكتابة أزعجتني فيه مرة الأغاني يا جماعة أغاني داخل الفيلم أغاني الأغاني مي سيئة عادي أغاني حلوة بس كل خمس دقائق أغاني بسم الله يبدأ الفيلم أغنية بعد خمس دقائق أغنية البطلة طاحت أغنية البطلة انبسطت أغنية أغاني أغاني إلين خلاص ووصلت مرحلة أولا كنت أقدم صراحة ولكن للأمانة كرسم وتحريك وألوان وخيال وشخصيات للأمانة الفيلم مرة لطيفة وممتع والمشكلة مش هنا المشكلة إنه ثاني فيلم مفضل لبنت جوت أشغلت أهلي فيه توي ستوري ولا فاي في توي ستوري ولا فاي ما عاد تبغي شي غير الأثنين ذولي ويمكن فاكرين خلتنا يطبخ لها بسكوت الأمر في القناة قبل فترة فالو ما شفت الفيديو يرجع قصة الفيلم ببساطة عن فاي في الفتاة الصينية اللي فقدت أمها وأبوها وصار عندها حلم إنها تروح القمر ليش تبغت تروح القمر يا وجيه؟ لأنها تعتقد أنه في ملكة وحيدة تعيش هناك في القمر وتنتظر أحد يساعدها في يوم من الأيام فاي في تبدأ في رحلة تحقيق هذا الحلم وتصنع لنفسها صاروخ وتقول يالله بينا على الأمر ومن هنا تنطلق أحداث القصة معاك وتنطلق معاها كمية أغاني إلين تطلع من إذنك ومن خشمك ومن فمك حتكره أم الأغاني كده تحس نتفليكس تحمسوا بزيادة مع الأغاني قالوا ديزني سو أغاني نسوي عاشر أغاني ديزني يرسموا مر باله وصراحة في الأغاني بس يعني كويس الفيلم حصل على تقييم 6.4 من 10 على الموقع IMDb وأشوف أنه تقييم منصف جدا يعني 6-6 ونص حقه صراحة ومدة الفيلم ساعة هو 35 دقيقة ومناسب للعائلة ولمن هم فوق 13 سنة الفيلم الأخير شون ذا شب دا موفي فارمي غاردن ما دلش الكلمة دي شون ذا شب دا موفي هذي يمكنني يعرفها بس فارمي غاردن أتوقع حاجة لها علاقة بالفارم مزرعة غاردن أنا حتفلسف عليك هنقلبها حصة انجليزية عيال خلاص انسوا الموضوع الزبدة أنه ياب شون ذا شب اللي يجي على MBC3 منزلين فيلم وترجح للأوسكار لا تتريك إيش بك مستهين بشون ذا شب فاكروا شوية في المجتمع ترى الميكينج أوف أو طريقة صناعة هذا الفيلم أو العمل أو المسلسل دا شون ذا شب ترى مرة متعبة مرة متعبة انت متصور أن كل اللي تشوفوا عبارة عن صلصال أو معجون ويحركونوا مشهد مشهد واقسم بلا كمية التعب ما هي طبيعية يعني لو أنت موظف أو جزء من صناعة هذا العمل صدقني بيجيك تشنج في أصابعك ويمكن تعد لسانك بالغلط كده وانت مركز الله يعينهم الله يعين اللي شغالين على هذا العمل الله يعينهم أي ناس بيشتغلوا على المعجون والصلصال والتحريك ذا حاجة متعبة بالله جرب تكتب في اليوتيوب بعد ما تشوف الفيديو وتضغط لاك نعم designer وتضيفني في السناب جرب تكتب كده في اليوتيوب The Making of Shaun the Ship صدقني بتشوف حاجة مرعبة إيش التعب اللي بيتعبوا فيه ما هو طبيعي على كل حال يا جماعة الفيلم حليوة وتحس موجه للأطفال يعني أكثر من البالغين مع شوية اقتباسات لأصوات ومعزوفات ونصوص من أفلام سينمائية شهيرة زي ستار وورز وستار تريك وغيرهم وقصة الفيلم يعني برضو حليوة ما هي مبتكرة ولكن حليوة يعني فيلم كده تشوفه مع عيالك مع أخوانك الصغار فاهمك أحاجة نطيفة خفيفة ما يحتاج ترجم ولا شيء ما أعظم ومجرد ما في سواليف علشان أكون صريح معاكم يا جماعة Shaun the ship يا أخي رهيب والله لما يجي على MBC3 ترى أقول لا تفرج معجوب إيش بك نسوي شيء بأنت ورازك يوا يا حبيبي ترى داخل كل واحد فينا طفل يحب الحاجات هذه ما تفرج Spongebob اترف والله أنك تتفرج Spongebob لما يجي صنع هادي ما فيه شيء طيب عشان بس ما يطول الفيديو اكثر من كذا شون ذا شب هو فرصته في الأوسكار مرة مرة ضعيفة ولكنه قدر يترشح بسبب الميكينغ أوف أو كيف تمت صناعته الفيلم تقييم 6.8 من 10 على موقع ام دي بي ومدته ساعة و 26 دقيقة ومناسب للمشاهدة العائلية وللأطفال ولغير البشر أي حد يقدر يتفرج الفيلم مرة سهل هذه كانت الخمسة أفلام المرشحة لجائزة الأوسكار هذه السنة في فئة أفضل فيلم أنيميشن أو رسوم متحركة والآن مع فقرة من يا ترى سوف يفوز بجائزة الأوسكار برأي الوجيه طيب على السريع يا حبيبي شون ذا شب أول حاجة الله يشتر عليك شغل متعوب علينا عارف ولكن نشوفك على خير أوفر ذا مون كويس حليوة لطيف وبنتي جود تحبوا بس مرة بتلحشنا يا الله مع السلامة لا تسوغاني زي كذا كثير يا نيتفليكس الله يرضى عليكم اون وورت يجي منه ممتع لطيف ضريف وعلى القلب خفيف ولكن مع السلامة ينظيف يبقى عندنا كذا إيش وولف ووركرز وسول أنا ودي أقسم الحب نصين وأعطي لاثنين جائزة الأوسكار ولكن هذا الكلام هناك في الحارة لما تشتري منتو لكل حال وببالغ الأسى والحزن يؤسفني أقول لفيلم وولف ووركرز بتوحشني يا كبير يمكن يفوز ما بيفوز بس يمكن يفوز وصدقني يا وولف ووركرز أنت فائز بالأوسكار بقلبي ما عليه لذلك ليديز and جنتلمن the أوسكار goes to سول يس 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 يستاهل يستاهل سول للأمانة فيلم ممتاز جدا 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 طبعا ما ودي حط حديات زي الفيديو الماضي وأقول لكم بحلق شنبيل لأنه الضائر إني بحلقه بحلقه ولكن فيلم سولز فائز فائز الله ليعوق بشر واضحة وصريحة ما يحتاج لها الفيلم مرة ما ترك أي مجال للمنافسة الله يخرب بيت أم القوة يا شيخ وإلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو لا تنسى الضغط على زر العجاب لأنه مرة مهمة بساعدني كثير وتابع الأفلام ترك كلها مرة لطيفة وقابلة للمتابعة ولا تنسى تضيفني في سناب شات لمزيد من التوصيات والسواليف والقصص والخرابيط الثانية كم معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر